أسعد الله وقعتكم جميعاً بكل خير وأهلاً ومرحباً بكم ولقاء جديد يتجدد بكم والطريق التالي في الحقيقة إحنا يعني ساعات تفصلنا على بداية الترمي التاني للعام الدراسي عشرين أو تسعتاشر عشرين بعد ظهور كورونا وبعد انتشار هذا الفيروس العين في بعض دول العالم كان هناك مطالب بتأجيل الدراسة لحين الوقوف على ملبسات الأمور ولكن وزير التعليم حسم الأمر ولا تأجيل للدراسة ولا تستمع إلى الشائعات التي روجها البعض على بعض المواقع بطريقة غير مهنية وغير أخلاقية أيضاً أن هناك حديث لشخصية ما بتتحدث باسم اللوزارة وأن هناك تأجيل لا الكلام خلاص أدراسة في موعدها السبت القادم كل سنة حالك طيبين ونتمنى طبعاً يعني ترمي سعيد وبداية جديدة لترمي جديد سعيد أيضاً في هذا التوقيت ظهر المستند اللي هنشوفه حالاً دلوقتي قدامي على الشاشة موقع من الأستاذ دكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم بيكلم فيه عن وجود فرصة للمتطوعين من حامل المؤهلات العليا والتربوية للعمل في المدارس لستد العجز وانهالت التوقعات أو عفواً التعليقات يعني اللي فاهم والمشفاهم بدأ يعلق والوزارة ليه ما تديش الناس فلوسها والوزارة ليه مش عارف بتتحك هنا عايزين نوضح جزئتين أن حتة المتطوعين كانت موجودة من فترة ولكن تم إلغاها بقرار أيضاً ورجح الدكتور رضا حجازي طب يا طرى ليه الوزارة ما تديش الناس فلوس والإجابة هل وزارة التربية والتعليم هي المنوطة بإعطاء المرتبات الإجابة لأ عندي وزارة المالية هي المنوطة بدأ وزارة التربية والتعليم لا تملك أن تعين مدرس واحد لسد العجز إلا بعد موافقة وزارة المالية وإن هي خلاص بتحطه في الموازنة العامة وعلى الباب الأول للأجور وزارة التربية والتعليم ليست جهة منح رواتب قدر ما هي مناول رواتب بمعنى إيه؟ الرواتب ما بتجيش من وزارة التربية والتعليم بتيجي من وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم بتبتدي توزعها على الموظفيها إداريين كانوا مدرسين في كادر أو غير كادر إذن وزارة التربية والتعليم بصدورها لهذا القرار بتسد العجز طيب سؤال نسيب العجز موجود ولا نسده بطريقة حتى وإن كانت من المتطوعين الإجابة هساب على حضراتكم الحاجة التانية القرار بيقول متطوعين يعني ناس برغبتهم كان في زمان عندنا تكليف كده اسمه الخدمة العامة أي خريج مؤاهل عالي وتقريبا كان متوسط كمان على ما أتذكر بيقضي سنة كده اسمها سنة الخدمة العامة بيقضيها في أي مكان ودي كانت يعني أحد مسوغات التعيين في الفترة دي إنه يكون قضى فترة الخدمة العامة في أي مكان في أي مؤسسة حكومية خدمة عامة نقدر نقول القرار على غرار ده قد يكون على غرار ده ولكن اللي عايز أوضحه إن أنا عندي جزئتين عندي عجز وعجز صارخ أحيانا في بعض المواد في بعض الإدارات في بعض المدريات وأيضا عندي إن مش وزارة التربية والتعليم هي جهة تحديد الرواتب والتعيين ممكن تكون جهة من ناحية الفنية أما من ناحية المالية لا سلطانة لوزارة التربية والتعليم في جنيه يمنح لحد من خلالها إلا من خلال وزارة المالية معادة طبعا السنة دي الخاصة اللي تكون بإشراف مجالس أمناء مدارس كانت إدارات أو مدريات وغيره فبس ده للتوضيح إن وزارة التربية والتعليم ليست هي المنوط بالتعيين إم تتعين؟ لما وزارة المالية تقول لها أنا موفق على تعيين 30 ألف أنا موفق على تعيين 120 ألف أنا موفق على تعيين 5 ألف ببرواتب كذا بدنيا كذا